أعلى عشرة مشاريع تكلفة في العالم في المركز العاشر جسر خليج تسينداوسكي بالصين وتكلف بناؤه 6 مليار دولار يبلغ طول الجسر 42 كم ويتكون من 6 حارات يمر فوقه أكثر من 30 ألف سيارة هوميا وهو واحد من أطول الجسور في العالم في المركز التاسع سد النهضة اليوثيوبي بتكلفة يجمالية قدرها 8 مليار دولار وسد النهضة يتم بناؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود اليوثيوبية السودانية على مسافة تتراوح بين 20 إلى 40 كم وعند اكتمال إنشائه المرتقب عام 2017 سوف يصبح أكبر سد كهرمائي في القارة الأفريقية والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء في المركز الثامن خط أنابيب ألاسكا للنفط بالولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة جمالية 8 مليار دولار يبلغ طول خط الأنابيب الذي يقطع ألاسكا من شمالها إلى جنوبها 1188 كم ويعد أطول خط أنابيب في العالم وتم بناؤه بين عامي 74 وحتى 77 من القرن الماضي بعد أزمة النفط الشهيرة التي تعرضت لها الولايات المتحدة أثناء حرب أكتوبر في المركز السابع جزيرة نخلة الجميرة في دبي بتكلفة قدرها 14 مليار دولار استغرق بناء جزيرة النخلة خمس سنوات ويمكن رؤيتها من الأعلى لتبدو مثل نخلة عائمة في مياه الخليج وهي تحتوي على مناطق سكنية وفنادق وأماكن سياحية مختلفة في المركز السادس نفق بوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة قدرها 14 مليار و800 مليون دولار هو أغلى الإنشاءات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل عليه خمسة آلاف عامل ويعتبر تحفة هندسية لا مثيل لها لحفره تحت المدينة وبين شبكات المترو وأنبيب الغاز المعقدة واستمر العمل به خمسة وعشرين عاما كاملا حتى تم افتتاحه عام 2007 في المركز الخامس سد إيتابو بالبرازيل والباراكواي بتكلفة 20 مليار دولار ثاني أكبر سد في العالم ويقع على نهر البارنا بين البرازيل والباراكواي ويوفر 26% من احتياجات البرازيل من الكهرباء و78% من احتياج الباراكواي واستمر العمل به 9 سنوات وتم افتتاحه عام 1984 في المركز الرابع سد نهر يانجدسي بالصين بتكلفة قدرت بخمسة وعشرين مليار دولار تم افتتاحه عام 2008 بعد عمل لمدة 14 عام ويحتوي على أكبر محطة توليد كهرباء في العالم وقد اضطرت الحكومة الصينية إلى تهجير أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نسمة لبنائه في المركز الثالث مطار الشيب لابكوك بهونغ كونغ بتكلفة اجمالية قدرها 28 مليار وثلاثة ملايين دولار هو أكبر مطارات آسيا على الإطلاق وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 مليون مسافرا سنويا وقادر على شحن أكثر من 4 مليون طنا من البطاع في السنة في المركز الثاني مطار آل مكتوب الدولي في دبي بتكلفة 33 مليار دولار المطار العالمي قادر على شحن 12 مليون طنا من الوضاع سنويا بأكثر من ثلاثة أضعاف مطار منفلس الدولي الذي يعتبر أكبر مركز شحن في العالم ويختم المطار 140 مليون مسافرا سنويا في المركز الأول وبمبلغ خيالي تأتي محطة الفضاء الدولية والتي تعتبر أغلى مشروع عملاق قامت به البشرية بتكلفة 157 مليار دولار وساهمت 15 دولة في بناء المحطة الفضائية في تسعينات القرن الماضي ويبلغ وزنها 450 طنا وطولها 72 مترا بعرض 108 أمتار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر